تفاهمات واتفاقيات أمريكية الروسية على وراثة تنظيم داعش في دير الزور حيث تتجه الكفة إلى سيطرة قوات الأسد على الضفة الجنوبية لنهر الفرات مقابل سيطرة الولايات المتحدة على المناطق الواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات ومع تشكل هذه الصورة ميدانيا يسعى رئيس الهيئة التفاوضية العليا غياض حجاب للحصول على دعم أمريكي وإقليمي لدعم الجيش الحر لتثبيت موطئ قدم للمعارضة في مدينتي الميادين والبوكمال على الحدود السورية العراقية باعتبار أن القادة العسكريين يعرفون أن المعركة الكبرى لم تحصل بعد أو لم تحصل بعد وهي معركة وادي الفرات الممتدة بين سوريا والعراق وفي نفس السياق تشير التقديرات الحالية إلى أن الولايات المتحدة ماضية في قرارها الذي يستثني قوات سوريا الديمقراطية من المشاركة في معركة تحرير دير الزور مع الأخذ بعين الاعتبار أن يعاد النظر في ذلك في حال فشلت الفصائل في الحشد العدد الكافي من المقاتلين بخوض معركة توصف أنها معركة غير عادية والذي يقودنا إلى التساؤل هل حسم البنتاجون أمر استبعاد قوات قصد من معركة دير الزور لطمانة الجانب التركي؟ وهل نرى تقدما لقوات الأسد نحو دير الزور بالتنسيق مع واشنطن؟ الأهمية الاستراتيجية لمحافظة دير الزور السورية كونها ثرية بالنفط فضلا عن موقعها المهم جعلها تشهد سباقا مستعرا بين الجانبين الروسي والأمريكي لوراثة تلكة تنظيم داعش في المحافظة بعد فك الحصار عليها بعد ثلاث سنوات من سيطرة التنظيم عليها لكن هذا السباق يتم بتفاهمات يرسمها الطرفان لحلفائهما على الأرض حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن عن الجزيرة السورية شرق نهر الفرات مقابل سيطرة قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله وإيران المدعومين من موسكو على مدينة دير الزور ومطارها غرب نهر الفرات وكان تقدم قوات النظام وحلفائها أرضا وجوا والوصول إلى مطار دير الزور بعد فك الحصار علي المدينة قد استدعى اجتماعات عاجلة بين قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية أسفرت عن صدور قرار أمريكي يدعم معركة عاصفة الجزيرة لتحرير الضفة الشرقية لنهر الفرات والوصول إلى تخوم دير الزور في مقابل تلك التفاهمات يسعى رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياضة جاب للحصول على دعم أمريكي إقليمي لدعم مقاتلين من الجيش الحر لتثبيت موطئ قدم للمعارضة في مدينتي الميادين والبوكمال على الحدود السورية العراقية باعتبار أن القادة العسكريين يعرفون أن المعركة الكبرى لم تحدث بعد وهي معركة وادي الفرات الممتدة بين سوريا والعراق ويبقى القول إنه رغم تأكيد القادة العسكريين على الأرض أن الهدف من تلك المعارك هو قتال داعش فإن السياسيين يشيرون إلى أن المعركة في أحد أبعادها هي على النفوذ الإيراني شرقية سوريا وقطع طريق طهران بغداد دمشق بيروت وهو الجائزة الكبرى التي يسعى إليها النظام الإيراني من تدخله في سوريا حسن إبراهيم لبرنامج هون الرياض موسيقى ولنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض نضم إلينا في الستوديو دكتور عبدالله الطاير رئيس ومركز مستقبل الخليج للبحث والدراسات ومن إسطنبول دكتور أحمد رمضان رئيس مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الهيئة السياسية لإتلاف الوطني السوري ومن واشنطن الكاتب والمحل السياسي دكتور عماد عبدالهادي ومن موسكو دكتور هاني الشادي الكاتب والمحل السياسي مساء الخير ضيوفنا الكرام أبدأ معك دكتور عبدالله هنا في الستوديو في المشهد السوري يبدو أن هناك تفاهما أمريكيا روسيا في الحاصل في دير الزور تحديدا الهمية الاستراتيجية الكبيرة وأيضا ما حققته قوات النظام السوري من تقدم كبير بمساعدة ما يسمى حزب الله والميليشيات هناك تعتقد أن هذا التفاهم يرسم صورة واضحة بأن لدى الإدارة الأمريكية فعلا الآن توصل الاستراتيجية واضحة بشأن الحاصل في جميع المشهد السوري أنا أعتقد أن الصورة الكاملة هي عند الروس وليست عند الأمريكيين بالدرجة الأولى الأحداث على الأرض هي التي تقود التحرك السياسي يشعر الروس والسوريون والإيرانيون بأنهم حسموا الأمر على الأرض وبالتالي يحتاجون إلى غطاء سياسي بحيث يضمنون الشرعية الدولية أن تضفي مصداقية على ما تم من انتصارات سواء للنظام أو للإيرانيين المساندي له أو لحزب الله هذه التي أتصور أنها هي التي تجري الآن أن الروس يحاولون قدر المستطاع أنهم يكللون دعمهم لنظام الأسد بالنجاح عن طريق توافق سياسي من خلال جميع المعارض سواء منصة الرياضة أو منصة القاهرة أو منصة موسكو الآن الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة حقيقية ما إذا كانت سوف تستمر في دعم الأكراد وسوريا الديمقراطية أو أنها ستقف مع أو تعطي نوع من التنازلات للنظام أو للأتراك وبالتالي تسمح بتسليح المعارضة السورية التي تحاول أن تفرض وجودها ونحن رأينا نداءات المعارضة السورية نعم رياضة حجاب يقول نعم المؤسف له الآن أن القوات أو المعارضة السورية السياسية لا يبدو أن لديها على الأرض القوة التي تجعلها تتصرف بمعزن عن الدعم الأمريكي أو دعم الدول المؤيدة لقضيتهم وبالتالي يكسب النظام يعني يرى الآن الروس ويرى الأمريكي حتى النظام عفوا دكتور حتى النظام ومن خلفه الميليشيات هذا التقدم العسكري الحاصل اليوم هو تقدم بفعل قوة النار الروسية هذا صحيح وفي المقامل المعارضة الحقيقة إما أن الدول مثل أمريكا فقدت مصداقية أو فقدت ثقتها في المعارضة وأنها لن تستطيع أن تحدث تغييرا على الأرض وإما أن التفاهمات الروسية الأمريكية ترى رؤية أخرى المعركة التي تتحدث عنها الآن المعارضة وهي معركة وادي الفرات أنا في تصور أن هذه هي المنطقة التي ربما تكون مستقبلا الورقة الاستراتيجية للأمريكيين لتفعيل موضوع العنصر السني في سوريا نعم تاني أذهب إلى أحمد رمضان أحمد رمضان أهلا وسهلا بك لماذا معركة وادي الفرات معركة مهمة بالنسبة لسوريا هل تعتقد أن هذه المعركة هي معركة تكتيكية أم معركة استراتيجية وهل تعتقد أن الولايات المتحدة فعلا بعد قرار الرئيس ترامب مؤخرا إيقاف تسليح المعارضة هل تعتقد أن الرئيس ترامب اليوم سيعود مجددا لدعم المعارضة الجيش الحر أتحدث هنا وإعطائي مزيد من السلاح والتمكين في مناطق الميادين والبوكمال مثلا خير لك ولضيوفك ولسادة المشاهدي الكرام أعتقد أن المشهد في دير الزور وفي الرقة وفي عموم شرق سوريا يختصر أيضا المشهد في باقي المناطق حيث هناك محاولات روسية أمريكية لتقاسم النفوذ بالتعاون أيضا مع دول إقليمية علينا أن نلاحظ أن ما يجري في دير الزور ليس فقط تدخل روسي أمريكي هناك فعليا ميليشيات إيرانية تقاتل على الأرض هي التي تحاول أن تتقدم تحت الغطاء الجوي الروسي وتشكل حوالي 80% من القوة المهاجمة في دير الزور بمعنى آخر سوف نجد الآن أن تلك المنطقة ستخضع تلقائيا بعد فترة لنفوذ إيراني وهو هدف إيراني كبير للتمدد من العراق باتجاه شرق سوريا وصولا أيضا إلى الشمال ومن ثم الوسط ووصل ذلك بدمج سواء تم ذلك عبر الخط الشمالي أو الخط الجنوب الذي يمر عبر تبمر إذن هناك محاولة روسية إيرانية الآن لاقتطاع جزء من شرق سوريا وعدم ترك هذا الموضوع للأمريكيين وهناك محاولة لتقاسم منطقة داعش التي يتلاشى الآن تنظيمها شيئا فشيئا ويتفتت إلى مجموعات صغيرة النظام يستخدم كساتر في هذه العملية واقع الحال أن النظام ليس موجودا إلا عبر الواجهات التي تستخدم في الإعلام على الأرض هناك تحرك إيراني صوره أصبحت منتشرة لقادة الألوية هناك ضباط من الحرس الثوري الإيراني يقودون تلك العمليات بإشراف قاسم سليماني وهناك تنسيق روسي إيراني في هذا الصدد وللأسف الشديد هناك غطاء أمريكي يتم لهذه العملية التي سوف نشهد نوعا من تقاسم النفوذ فيها كما يجري فيها الجنوب يجري الآن في الشرق وبالتالي يتشكل مشهد ميداني جديد سوف تكون له انعكاسات والمقبلة في جنيف لكن لم تجبني أستاذ أحمد عن مسألة دعم أو طلب الدعم الذي تحدث عنه سيد رياض حجاب بخصوص مدينتي الميادين والبوكمال وتأثير ذلك هل تعتقد أن الولايات المتحدة ستمنع الجيش الحر هذه القوة هذا الدعم سواء السياسي والعسكري من أجل السيطرة على هذه المعركة وأنت أيضا يعني أريد رأيك في مسألة معركة الفرات لماذا هي مهمة مهمة جدا لأنها تشكل معبر وممر لشمال سوريا وتشكل أيضا معبر لدمشق لأننا إذا هناك خط يستخدمه الإيرانيون يمر من إيران جنوب بغداد يأتي إلى جنوب الأنبار يدخل سوريا من منطقة التنف التي يسيطر عليها الأمريكيون الآن ويمر بعد ذلك باتجاه دمشق فلبنان هذا هو الخط الحالي الإيراني لكن إيران أيضا لديها كان سابقا خطوط بديلة هي شمال هذا الخط وبالتالي كل هذه المنطقة السيطرة عليها سوف تحول تقطع النفوذ أو خط الصلة بين العراق وبين إيران وبين سوريا ولبنان من جهة أخرى لكن فيما يتعلق بالشطر الأول من السؤال فعليا الجانب الأمريكي لم يسمح لي الجيش الحر بالدخول لا في معركة الرقة ولا في معركة دير الزور وبالتالي هناك سؤال فيما إذا كان سيتم السماح للمقاتلين الذين يتشكلوا فعليا من أهالي تلك المناطق لتحرير مناطقهم وأيضا إخضاعها لحكم مدني بإشرافهم هناك الآن عملية تغيير ديمغرافي تقوم بها ما يسمى بميليشيات سوريا الديمقراطية المدهومة أمريكيا وميليشيات حزب البي واي دي التي هي فعليا تشكل العمود الفقري لتلك الميليشيات وهناك عمليات تهجير وسيطرة على المناطق وإبعاد أهالي المنطقة وعدم السماح لهم بالعودة وهناك أيضا مجازر في التقرير الذي صدر قبل ساعات عن الشهر الماضي يشير إلى أن التحالف الدولي الذي تقود الولايات المتحدة ارتكب أكبر نسبة من المجازر في سوريا وأمس أيضا كانت هناك مجزرة كبرى في دير الزور قتل فيها أكثر من أربعين مدني أغلبهم من الأطفال والنساء بقصف روسي لعدد من الفارين عبرة مياه نهر الفراد كانوا يهربون من تلك المنطقة من سيطرة داعش لكن للأسف الشديد بعد أن استطاعوا النفوذ من داعش هاجمهم الطيران الروسي وقتلهم وهم يعبرون النهر أنتقل إلى دكتور عماد عبدالهادي في واشنطن دكتور في المسألة الأمريكية هناك ربما طلب واضح من سيد رياض حجابي فيما يخص تسليح المعارضة السورية الجيش الحر هل تعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا والتي يبدو أنها تنتهج مسألة التقاسم النفوذ كما تحدث التقرير وتحدث بعد ذلك سيد أحمد رمضان وقال أن هذا الموضوع سيشمل باقي مناطق سوريا هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها إيمان بهذا الجيش بمعنى أنها ستعود لوضعه في مناطق من شأنها تقليص النفوذ الإيراني في بعض المناطق المهمة وأيضا محاولة إيقاف ولجم الشراهة الروسية في المشهد السوري تقريركم الذي بثته في البداية كان أكثر دقة في التعبير عن موقف الاستراتيجية الأمريكية أولا فيما يتعلق الاستراتيجية الأمريكية الحالية في سوريا يجب أن نرى المسألة في إطار أوسع من العلاقات الروسية الأمريكية بالدرجة الأولى بداية الرئيس ترامب أعلن أكثر من مرة وآخرها في موطمى الصحفي مع أمير الكويت قبل أيام أن هدفنا بالدرجة الأولى في سوريا هو محاربة داعش ولكن الهدف الأهم من ذلك هو وقف تمدد النفوذ الإيراني نحن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية حالية في سوريا وهو ما كشفت عنه تركيا قبل قليل وأثار غضب واشنطن هذه النقطة النقطة الثانية الولايات المتحدة تمكنت بالفعل من قطع طريق بغداد دمشق الذي كانت تسعى إيران لاستخدامه كجسر لمواصلة تمدد نفوذها الرئيس ترامب أيضا في محادثاته الهاتفية مؤخرة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكد أكثر من مرة أن الهدف الدرجة الأولى هو من توحيد مواقف أعضاء المجلس هو التصدي للنفوذ الإيراني فليس هناك أدنى شك في أن هذا حاجة زاوية في الاستراتيجية فيما يتعلق بحديث ديوفك الكرام أولا فيما يتعلق بدير الزور المسألة لم تكن تنسيقا وإنما سباقا وهذا ما حدث بالتحديد حين قامت القوات الأمريكية أو قوات التحالف بتحطين كل الجسور على نهر الفرات حتى تحول دون وصول قوات النظام المدعومة بالميليشيات الآن في ذكرها للجبهة الشرقية لدير الزور الموقف الحالي هو أن قوات التحالف الديمقراطي التي تتضم عربا وأكراد تسيطل على الجبهة الشرقية بدعم أمريكي والدعم الأمريكي مستمر حتى للقوات الكردية فيما يتعلق بالموقف التركي لا أعتقد أن الولايات المتحدة بصدر تقديم تنازل لتركيا فيما يتعلق بمسألة الأكراد لأن هذا لم يحدث أثناء إدارة أوباما وهو مستبعد أيضا أثناء إدارة الرئيس ترامب الهدف الأساسي من استراتيجية العسكرية بالأحرى للقوات الأمريكية الموجودة حاليا في العراق وفي سوريا هو قطع أواصل تماما التمدد الإيراني وخطوط الإمداد سواء اللوجستية أو للأسلحة أو للقوات من إيران عبر العراق إلى سوريا والمعركة القادمة كما أشار بعد اليوفاك الكرام هي في شرق سوريا بالدرجة الأولى هذا هو الموقف الواضح تماما فيما يتعلق من استراتيجية الأمريكية وإن لم يصدر مؤخرا أي تصريحات رسمية حول التكهنات التي تم تداولها في بعض الصحف العربية فيما يتعلق بفزية تصريحة المهارة سأعود لك دكتور عماد اسمح لي سأعود لك دكتور عماد دكتور عماد سأعود لك لاحقا لكن دعني أذهب إلى موسكو دكتور هاني شادي أهلا وسهلا بك برأيك هل الحاصل هو تقاسم يعني نفوذ ناتج عن تفاهمات بين واشنطن وموسكو أم هو السباق بمعنى أن روسيا استطاعت من خلال النظام والميليشيات التقدم بشكل كبير إلى دير الزور وسبقت بذلك التحالف ربما أو القوات الأمريكية أم أن الأمور يعني هل هو تقاسم أم سباق في الحقيقة التقاسم تم كما نعلم في الجنوب الغربي أي في منطقة ديرها نحو الحدود الإسرائيلية والأردنية هناك تقاسم وهناك تفاهم على هذه المنطقة كما نعلم أما برأي الشخص في دير الزور تحديدا حتى اللحظة هو محاولة لتقاسم النفوذ دون التوصل إلى تفاهمات أي أن التفاهمات يمكن أن تحدث بعد ذلك بناء على موقع كل طرف في ميدان دير الزور حتى اللحظة هناك سباق ومحاولة للتقاسم ولكن لا يوجد تفاهم حتى اللحظة بالمناسبة أيضا أود أن أشير إلى نقطة أعتقد أنها هامة أن وزارة الدفاع الروسية بثت بعض الصور لجنود روس على الأرض في دير الزور هذه نقطة هامة ربما روسيا تريد أن توثق أو تسجل دخولها إلى دير الزور قبل أي جهة أخرى أقصد الولايات المتحدة أو قوات سوريا الديمقراطية ربما يحدث بعد هذا التقاسم في دير الزور تفاهمات بين الأولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تقسيم أو وضع حدود معينة ولكن التفاهم العام كما أعتقد بشكل عام في سوريا هو عدم استضام القوات الأمريكية مع القوات الروسية وأعتقد أن هناك تفاهم بعدم استضام قوات سوريا الديمقراطية مع القوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية واضح تماما أن روسيا ومن معها تمكنوا من أن يسيطروا على قسم كبير من دير الزور واستبقوا الولايات المتحدة هناك ومن ثم لابد أن ننتظر كيف سيكون رد الفعل الأمريكي خلال الساعات ربما أو أيام القليلة القادمة ولذلك أؤكد أن في دير الزور لا يوجد تفاهم حتى اللحظة بين موسكو وواشنطن ولكن توجد مساعي كما نرى لتقاسم مناطق النفوذ ليس فقط في دير الزور ولكن على مستوى سوريا بأكملها دكتور عبدالله هذا يرجح إمكانية كبيرة لدعم مطالب سيد رياض حجاب بإعطاء الجيش الحر مساحة للسيطرة على مدينتي الميدين وابو كمال إذ أن هناك يعني إذا قلنا أن روسيا سبقت إلى تلك المناطق هذا هو المنطق الظاهر نعم بمعنى أنه منطقة دير الزور ومنطقة كردستان السورية هذه توحد الإيرانيين لأنه عندهم نفس القلق من مسألة الأكراد في إيران مسألة التوحد الكردي خط أحمر للإيرانيين والأتراك والنظام السوري والروس وبالتالي ما في شك أنه محاولة تركيزهم على الشمال الشرقي لسوريا ومنطقة كردستان بالذات هذه بالنسبة للروس والمجموعة الحقيقة ونحن رأينا التقارب الآن والتنسيق المتواصل ما بين تركيا وما بين إيران والدعم الروسي للدولتين والنظام أيضا سيكون كل الضغط لأربع دول في هذه المنطقة في محاولة لأن تفرض وجودها على الأرض الآن الأمريكيون يتحدثون عن إيقاف المد الإيراني وقطع الطريق على الإيرانيين أحد أمرهم إما أن يستمروا في دعم سوريا الديمقراطية وتقوية جبهة دير الزور وعدم تمكين الروس والأتراك والإيرانيين من اقتحامها وبالتالي يكون هناك حاجز طبيعي ما بين المرور من إيران إلى سوريا هذا يستوجب قطع الضفة الأخرى للفرات بالضبط وتقوية الجيش الحر كما طالب الحجاب وبالتالي يصبح هناك حاجز على إيتي حال حاجز مذهبي وعرقي في نفس الوقت وهو غير مرحب بإيران بالمرة وهنا الحقيقة تكون الولايات المتحدة حققت مكسبهم ولكن ستغضب العراقيين أيضا الآن إذا تركت الولايات المتحدة هذه المنطقة منطقة الوسط والوسط الجنوبي رخوة بدون أن تدعم المعارضة السورية وتدعم أبناء تلك المناطق لتحريرها والمحافظ عليها فإنها تقدم يعني الخطباء للإيرانيين بأنه إذا لم يستطيعوا أن يكسبوا على الأرض في الدير الزور في الشمال الشرقي فإنهم سيتجهون للمنطقة الرخوة المنطقة الضعيفة غير المدعومة وبالتالي يصبح الانتداد ما بينهم وبين دمشق مفتوحا إلى لبنان هنا هنا الحقيقة الولايات المتحدة هل هي كما تتحدث وكما هو من المنطقة هل ستعدعم الجيش الحر وتقوي جبهة الوسط وجبهة الشرق الفرات لصالح المعارضة أم أنها ستستمر فقط في مراكبة الروس والأتراك والإيرانيين في الشمال في دير الزور وتترك هذه المنطقة كفرصة أمام الإيرانيين إذا لم يجدوا فرصة لهم في الجانب الكردي هذه تحددها رؤية الولايات المتحدة لسوريا القادمة وأنا أعتقد أن مسألة الكونفدرالية بدأت تتشكل بين كردية وما بين سنية عربية وما بين علوية في سوريا يبدو أن هذه بدأت الآن أكثر وضوحا من أي وقت مضى ومحاولة الروس إضفاء أو تجميع المعارضة السياسية هو الإضفاء الشرعية على هذا التقسيم الذي يبدو أنه أصبح حقيقة ولكن لا زال العرب السنة في هذه المناطق يخضعون للكثير من العمليات الوحشية وعمليات الإضعاف وهذا سيطرح سؤال ما إذا كانت المكون السني في العراق أيضا سيكون له دور في مسألة تقوية المعارضة السنية والمعارضة العراق السورية في الوسط والوسط الجنوبي نعم أحمد رمضان في إسطنبول لو انتقلنا إلى نقطة أخرى ذات صلة قلنا أن ربما الولايات المتحدة تريد القضاء على داعش مهما يعني بأي طريقة عن طريق الروس أو أي طرف سياسي عسكري لكن في نفس الوقت إذا قلنا أن هذا الطرف هو إما النظام الميليشيات الروس في النهاية هؤلاء أو هذه القوى العسكرية لن تترك المجال بمعنى لن تترك المجال للأمريكيين للحصاد يعني عندما تأتي الميليشيات الإيرانية وتقضي على داعش أو تعقد صفقة مع داعش فهي بالتالي ستسيطر على المكان ولن تدع الولايات المتحدة تسيطر على هذا النطاق الجغرافي في نفس الوقت الولايات المتحدة تريد تقليص النفوذ الإيراني في سوريا كيف يمكن تحقيق معادلة بين مطلب الولايات المتحدة القضاء على داعش وتقليص أو القضاء على الوجود أو التواجد النفوذ إيران في سوريا يعني دعني في البداية أتفق مع المخاوف التي تحدث عنها الدكتور عبد الله فيما يتعلق بمستوى الدعم الأمريكي وهناك أمثلة حقيقية حول ذلك تتمثل في منطقة البادية السورية التي يحاول الإيرانيون بأي شكل من الأشكال السيطرة عليها لضمان استمرار خط النقل الواصل إلى دمشق في بيروت في حزب الله وهناك فصائل من الجيش الحر موجودة في تلك المنطقة للأسف تتعرض لضغوط وتهديدات روسية بالقصف والإبادة وهي تتعرض أيضا لضغوط أمريكية لإخلاء تلك المناطق لحساب الميليشيات الإيرانية وأيضا هناك الآن صمت أمريكي حيال انتقال الميليشيات الإيرانية من منطقة الوسط ومن منطقة ريف دمشق إلى دير الزور تحركها إلى هناك ومقاتلتها تحت الغطاء الجوي الروسي دون أيضا تدخل وهو أمر يضع علامة استفهام فعليا فيما إذا كانت واشنطن تريد تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا أم لا أما مسألة فهم حقيقة موضوع الصفقة فيفسره أو تفسره الصفقة الإرهابية التي أبرمت بين حزب الله والنظام وداعش فيما يتعلق بنقل المقاتلين من لبنان إلى سوريا وأيضا ليس هناك أي تعاطي ليس هناك أي تعاطي أمريكي حيالة مسألة معاقبة الذين أبرموا هذه الصفقة وكان شيئا لم يكن بينما هناك محاولة لاعتراب الصفقة ليس أكثر المشكلة تكمن هي الموقف الأمريكي الذي ليس لديه استراتيجية هو يقول أنه يريد محارب الداعش لكن ليس فعليا لديه استراتيجية متكاملة فيما يتعلق بسوريا نعم أنا أريد نقل ذات السؤال إلى دكتور عماد عبد الهادي وأنت قبل قليل تحدثت عن مسألة تقليص النفوذ الإيراني في سوريا كيف يمكن للولايات المتحدة القيام بعملية توازن بين تقليص نفوذ إيران وفي نفس الوقت محاربة داعش بمعنى أن اليوم من يحارب داعش في سوريا على الأرض في ظل صفقة أو في ظل عمل عسكري هي الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد لكن هذه الميليشيات تسيطر على الأرض بعد تطهيرها من داعش والولايات المتحدة تتفرج بمعنى أن نفوذ إيراني يزداد وهو ما لا تريده الولايات المتحدة أيضا لا أختلف مع السيادتك أولا فيما يتعلق بمسألة محاربة داعش هناك شبه اتفاق داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية أن الروس لم يكونوا معنيين بالدرجة الأولى بمحاربة داعش وإنما الفصائل أو الجماعات التي يتم استهدافها بالدرجة الأولى تحت مسمى استهداف داعش كانت جماعات المعارضة السورية وهذا هو ما يفعله النظام أيضا حين يدخل إلى مناطق ويحارب داعش هو يحارب أولئك الذين ينتمون لسوريا بالدرجة الأولى وليس المقاتلين الأجانب هذه النقطة النقطة الثانية الحدث الأحدث الذي يبين الاستراتيجية الأمريكية عقب اتفاق حزب الله والنظام السوري مع الدواعش في جرود اعرسال الولايات المتحدة انتفضت غاضبة وقالت نحن لسنا معنيين بهذا الاتفاق وقامت طائرات التحالف بقصف الطرق التي كانت ستعبرها تلك القوافل حتى باتت تائها في الصحراء كان الهدف بالدرجة الأولى غير المعلن لهذا الاتفاق هو أن ينتقل هؤلاء الدواعش إلى منطقة دير الزور ولذلك سارعت الولايات المتحدة باتخاذ مواقف عسكرية بعد أن عبر العراق رسميا وشعبيا عن غضبه الشديد أيضا بمحاولة انتقال أو نقل هؤلاء الدواعش إلى مناطق الحدود العراقية السورية وهذا ينقلنا إلى سؤالك السابق فيما يتعلق بإمكانية تسليح المعارضة السورية في مناطق البوكا هذا أعتقد وارد إلى حد كبير جدا أيضا لوقف التمدد الإيراني مسألة أنه أمريكا تحارب داعش وفي نفس الوقت تطرق المناطق المحررة لنفوز الميليشيات الإيرانية هذا هو جوهر القضية الولايات المتحدة تسعى بداية لقطع خطوط الاتصال وبعد أن يتم ذلك لها ستكون القوات أو الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا شبه محاصرة ليس لديها إمداد عسكري ولا إمداد من أي نوع هذه الخطوة القادمة والتي كانت تشعل صراعا بالدرجة الأولى في شرق سوريا وكما أضاف أشار ضيفك الكريم في موسكو أن الاتفاق المعمول به حاليا في الجنوب في منطقة درعة أعرب الإيرانيون عن غضبهم منه لأن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة على أن تتم حراسة هذه المناطق وتستثنى منها تماما الميليشيات الإيرانية نعم